يلجأ التاجر المفلس عادة إلى نبش الدفاتر القديمة واتباع سياسة التملق والمناكفة والاحتيال في سوق المال للتعويض عن خسائره الحكومة في العراق مثال على هذا التوصيف في طريقة تفاعلها مع الأزمة المالية الخانقة والبحث عن سبل للتخلص منها تملق لدول الخليج بادئ الأمر ثم محاولة ابتزازها لاحقا عن طريق فتح ملفات قديمة تتعلق بترسيم الحدود وهذا ما حصل بالضبط مع الجارة الكويت حيث كشفت مصادر أن حكومة الكاظمي طلبت من الكويت المشاركة في مفاوضات الحدود البحرية الثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران ليأتي الرد الكويتي على طلب حكومة الكاظمي واضحا وحاسما لا يحق لكم المشاركة في هذه المفاوضات مصادر الكويتية كشفت عن عدد من المراسلات والمحاضر الرسمية التي أظهرت جليا تعرض الكويت لابتزاز سياسي من قبل حكومة الكاظمي للحصول على مساعدات مالية تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية عن حكومة بغداد لكن رفض الكويت لتقديم هذه المساعدة لا يخرج عن السياق العام للموقف الخليجي عموما الذي أظهر عدم ترحيب بتمتين العلاقة مع العراق على أساس اقتصادي فقط مقابل توتر أمني سببه ارتماء حكومة بغداد في الحضن الإيراني طريق ملتو آخر تسلكه حكومة بغداد للتخلص من الأزمة الاقتصادية إنها عملية غسيل الأموال التي تشرف عليها شبكة الميليشيات حيث كشف مسؤولون حكوميون أن القيادية في ميليشيا حزب الله محمد كوثراني أسس مع عدد من المشاركين في العملية السياسية شبكة تربط العديد من المصارف الأهلية ومهمتها تأمين مبالغ تصل إلى عشرات ملايين الدولارات يوميا عبر نافذة البنك المركزي العراقي وبالرغم من أن ميليشيا حزب الله اللبناني مشمولة بالعقوبات الدولية إلا أن العراق لا يحضر المعاملات معها حيث تدير عددا من المصارف العراقية الخاصة فضلا عن إدارتها عمليات تجارية واسعة في العراق باستخدام واجهات وهمية لا تمل هذه الحكومة المفلسة من اتباع شتى الطرق المالية الملتوية التي تعد إيران المعلم والملهم الأول لهذه الطرق الخارجة عن القانون